توتا توتا علاء الدين هيقول حدوت حدوتة النهاردة البرتقالة ذات العرف الأخضر كتبها الكاتب أحمد زحام ورسمها الفنان الكبير عبد العال إيه علاء الدين حكاية البرتقالة ذات العرف الأخضر هنشوف مع بعض كان فيه شجرة شجرة كبيرة شجرة برتقال كانت بتاخد الأكل والمية من الأرض وتوزعوا على بنتها البرتقالات على الفروة والأغصان وكانت البرتقالات تأكل معا وتشرب معا ويوم بعد يوم تكبر البرتقالات وتقترب من اللون الأخضر وصاحب الشجرة يقول لأصحابه الذين معه إذا أردت أن تأكل برتقالا فلتأكل من هذه الشجرة إنها شجرة عفية وبرتقالها سيكون لذيذ وفي يوم وليلة برتقالة من البرتقالات طلع ليها عرف زي عرف الديق كان لونه أخضر فكانت أجمل البرتقالات رأاها صاحب الشجرة فقال في نفسه ولأصحابه ولمن معه لو كانت كل برتقالات أشجار حديقاتي بهذا الجمال لبعت محصول هذا العام بمبلغ كبير وكانت البرتقالة ذات العرف الأخضر تقول لأخوتها هذا ليس مكاني مكاني في صندوق البرتقال وكانت الشجرة الأم تقول هذا ليس وقته لم يأتى بعد وقت القطف فلماذا كل هذا الاستعجال؟ ويوم بعد يوم لاحظت الشجرة الأم أن البرتقالة ذات العرف الأخضر لا تأكل جيدا ولا تشرب من الماء ما يكفي وكانت دائمة القول بفخر معتزاز أنا أنا أحافظ على جمال مظهري أنا برتقالة مميزة ويوم بعد يوم يكبر حجم البرتقالات ولا تكبر البرتقالة ذات العرف الأخضر وتميل غصون وفروع الشجرة الأم من ثقل البرتقالات وتجيء البنات الفلاحات الجميلات ماشياتهم بالمقاطف فوق الرؤوس وفوق الأكتاف وتغردنا كسوت العصافير يا برتقان يغدر يا جديد يا برتقان يغدر يا جديد ويقوموا أطفين البرتقال برتقانة برتقانة وعلى كل من على كل الشجر كانت الأم خايفة على البرتقالة ذات العرف الأخضر وطول رحلة الصفر من المقاطف إلى الأقفاص إلى دكان بيع الفاكهة كانت البرتقالة ذات العرف الأخضر تثير المشاكل مع إخوتها وتقول لهم مكاني مش هنا مكاني لازم يكون فوق وجه الأقفاص وعلى الأرفف أمام دكان الفاكهة كانت البرتقالات قد اقترب لونها من اللون الأصفر وقد رصت بعناية داخل الأقفاص بشكل نظيف ومرتب والبائع كثيرا ما يخرج من دكانة لينظف البرتقالات بفوطة حتى لا يتعلق بها التراب أما البرتقالة ذات العرف الأخضر لأنها كانت جميلة أوي كان بيعمل إيه؟ يمسحب جلبيته القطن البني ويبص لها كده ومبتسم ويقول يا سلام هحطك على أول رفع علشان كل اللي جاي واللي رايح يتبسط بشكلك وكانت البرتقالة ذات العرف الأخضر تقول من مكانها فوق رؤوس البرتقالات هذا ليس مكاني مكاني في طبق المائدة ومر رجل ومعه ابنه الصغير وشاور على البرتقال واحدة، اتنين، تلاتة، أربعة اوزل دول يا فكهاني فأشار ابنه الصغير على البرتقالة ذات العرف الأخضر عايز دي كمان يا بابا قال له خلاص ناخد دي كمان رد الفكهاني وقال بصراحة البرتقالة أم عرف أخضر كمنها زيادة حبتين المشتري قال زي بعضه وأخذ كيس البرتقال ورجع لبيته غسله، نظفه، وحطه فين؟ في طبق الفكهة دحكت أخيرا البرتقالة ذات العرف الأخضر وقالت أيوة هو ده مكاني هو ده مآمي وكل واحد من أفراد الأسرة كالبرتقالة وفضلة البرتقالة ذات العرف الأخضر قالوا هنقسمها علينا إحنا الأربعة علشان نتمتع أكيد طعمها حلو زي كمان مشكلها حلو قطعوها أربعة كل واحد خد ربع يا دوب لسه بيحطوها كده وبيدقوها يا حد أوي 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 اعتذر الأب الأولاده وقال لهم معلش حقكم علي أنا تخدعت في مظهر البرتقالة ذات العرف الأخضر ومش كل حاجة شكلها حلو لازم بالضرورة يكون طعمها حلو وتوتا توتا خلصت الحدوتة وبكرة علاء الدين راجع بحدوتة هتحكي هلنا ماما حنان علاء الدين مجلة أطفال مصر وأطفال العرب رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة رئيس التحرير حسين الزناتي